حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعماش قال سمعت أبا صالح عن عمري بن العاص قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندخل على المغيبات حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا موسى عن أبيه عن أبي قيس مولى عمري بن العاص عن عمري بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصلا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر حدثنا عبد الرحمن حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عمري بن العاص يقول بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني فأتيته وهو يتوضأ فصعد في النظر ثم تأطأه فقال أني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله وهو يغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة قال قلت يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر نعم المال الصالح للمرء الصالح حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى سمعت أبي يقول سمعت عمري بن العاص يقول فذكره وقال صعد في النظر حنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن عمري بن دينار عن رجل من أهل مصر يحدث عن عمري بن العاصي أنه قال أسر محمد بن أبي بكر فأب قال فاجعل عمري يسأله يعجبه أن يدعي أمانا قال فقال عمري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجير على المسلمين أدناهم حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة أخبرنا عمري بن دينار عن رجل من أهل مصر يحدث أن عمري بن العاص أهدى إلى ناس الهدايا ففضل عمار بن ياسير فقيل له فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية حدنا بهز حدثنا شعبة قال أخبرني الحكام قال سمعت ذكوان أبا صالح يحدث عن مولا لعمري بن العاصي أن عمري بن العاصي أرسله إلى علي يستأذنه على امرأته أسماء بنتي عميس فأذنا له فتكلم في حاجة فلما خرج المولى سأله عن ذلك فقال عمرون هان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستأذن على النساء إلا بإذن أزواجهن حثنا روح قال حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرة مولى أم هاني أنه دخل مع عبد الله بن عمر وعلى أبيه عمر وابن العاصي فقرب إليه ما طعما فقال كل قالا إني صائم قال عمرون كلف هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بفطرها وينهى عن صيامها قال مالك وهي أيام التشريقي حثنا روح حدثنا أبن جريج أخبرني سعيد بن كثير أن جعفر بن المطالب أخبره أن عبد الله بن عمر وابن العاصي دخل على عمر وابن العاصي فدعاه إلى الغداء فقالا إني صائم ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك فقال لا إلا أن تكون سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا عبد الصمد حدثنا حماد قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة قال بينا نحن مع عمري بن العاصي في حج أو عمرة فقال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب إذ قال انظروا هل ترون شيئا فقلنا نرى غربانا فيها غراب أعصى مؤحمر المنقار والرجلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان حثنا يزيد حدثنا موسى قال سمعت أبي يقول حدثني أبو قيس مولى عمري بن العاصي أن عمري بن العاصي كان يسرد الصوم وقال ما كان يصيب من العشاء أول الليل أكثر ما كان يصيب من السحر قال وسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما يقول إن فصلا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر حثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى قال سمعت أبي يقول كنت عند عمري بن العاصي بالإسكندرية فذكروا ما هم فيه من العيش فقال رجل من الصحابة لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع أهله من الخبز الغليس فقال موسى يعني الشعير والسلطة إذا خلط حان عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى قال سمعت أبي يقول سمعت عمري بن العاصي يخطب الناس بمصر يقول ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم أما هو فكان أزهد الناس في الدنيا وأما أنتم فأرغب الناس فيها حتنا عبد الله بن يزيد حدثنا حي وتحدثني يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بصري بن سعيد عن أبي قيس مولى عمري بن العاصي عن عمري بن العاصي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجراني وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمري بن حزمين قال هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمني عن أبي هريرة حان أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن عبد الله بن الحارث قال سمعت عمرو بن العاصي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا في منامي أتتني الملائكة فحملت عمود الكتاب من تحت وسادتي فعمدت به إلى الشام ألاف الإيمان حيث تقع الفطن بالشام حثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو حفص وكلثوم بن جبر عن أبي غادية قال قتل عمارو بن ياسير فأخبر عمرو بن العاصي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قاتله وسالبه في النار فقيل لعمر فإنك هو ذا تقاتله قال إنما قال قاتله وسالبه حثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن راشد مولى حبيبي بن أبي أوسن الثقافي عن حبيبي بن أبي أوسن قال حدثني عمرو بن العاصي من فيه قال لما إن صرفنا من الأحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريش كانوا يرون مكاني ويسمعون مني فقلت لهم تعلمون والله إني لأرى أمر محمد يعلو الأمور علوا كبيرا منكرا وإني قد رأيت رأيا فما ترون فيه قالوا وما رأيت قال رأيت أن الحق بالنجاشي فنكون عنده فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي فإن أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد وإن ظهر قومنا فنحن من من قد عرف فلن يأتين منهم إلا خير فقالوا وإن هذا الرأي قال فقلت لهم فاجمعوا له ما نهدي له وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم فجمعنا له أدما كثيرا فخرجنا حتى قدمنا عليه فوالله إن لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمري وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه قال فدخل عليه ثم خرج من عنده قال فقلت لأصحابي هذا عمرو بن أمية الضمري لو قد دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه فإذا فعت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد قال فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع فقال مرحبا بصديقي أهديت لي من بلادك شيئا قال قلت نعم أيها الملك الملك قد أهديت لك أدما كثيرا قال ثم قدمته إليه فأعجبه واشتهاه ثم قلت له أيها الملك إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا فأعطنيه لأقتله فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا قال فغضب ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أن قد كسره فلو إن شقت لي الأرض لدخلت فيها فرقا منه ثم قلت أيها الملك والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه فقال له أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيهن موس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله قال قلت أيها الملك أكذاكه فقال ويحك يا عمر أطعني واتبعه فإنه الله لعلى الحق ولا يظهرن على من خالفه خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده قال قلت فبايعني له على الإسلام قال نعم فبسط يده وباعته على الإسلام ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه وكتمت أصحابي إسلامي ثم خرجت عامدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكة فقلت أين يا أبا سليمان قال والله لقد استقام المنسيم وأن الرجل لا نبي أذهب والله أسلم فحتى متى قال قلت والله ما جئت إلا لأسلم قال فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايعا ثم دنوت فقلت يا رسول الله أني أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي ولا أذكر وما تأخر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم يا عمر بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة تجب ما كان قبلها قال فباعته ثم إن صرفت قال ابن إسحاق وقد حدثني من لا أتهم أن عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة كان معهما أسلم حين أسلم حدنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبي بكري بن محمدي بن عمرو بن حزمين عن أبيه قال لما قتل عمرو بن ياسير دخل عمرو بن حزمين على عمرو بن العاص فقال قتل عمرو وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية فقام عمرو بن العاص فازعا يرجع حتى دخل على معاوية فقال له معاوية ما شأنك قال قتل عمرو فقال معاوية قد قتل عمرو فماذا قال عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية فقال له معاوية دو حتى في بولك ونحن قتلناه إنما قتله علي وأصحابه جاءوا به حتى ألقوه بين رماحنا أو قال بين سيوفنا قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر عن عاصم بن سليمان عن جعفري بن المطالب وكان رجلا من رهة عمرو بن العاص قال دعا أعرابيا إلى طاعمين وذلك بعد النحر بيومين فقال الأعرابي إن صائم فقال له إن عمرو بن العاص دعا رجلا إلى طاعمين في هذا اليوم فقال إني صائم فقال عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذا اليوم حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن عبد الرحمن بن شماس تحدثه قال لما حضرت عمرو بن العاص الوفت بك فقال له ابنه عبد الله لما تبكي أجزع على الموت فقال لا والله ولكن مما بعد فقال له قد كنت على خير فجعل يذكره صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتوحه الشام فقال عمرو تركت أفضل من ذلك كله شهادة أن لا إله إلا الله إني كنت على ثلاثة أطباق ليس فيها طبق إلا قد عرفت نفسي فيه كنت أول شيء كفرا فكنت أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو ميت حينئذ وجبت لي النار فلما بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أشد الناس حياء منه فما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رجعته فيما أريد حتى لحق بالله عز وجل حياء منه فلو ميت يومئذ قال الناس هنيئا لعمر وأسلم وكان على خير فمات فرجي له الجنة ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان وأشياء فلا أدري علي أملي فإذا ميت فلا تبكي أن علي ولا تتبعني مادحا ولا نارا وشد علي إزاري فإني مقاصم وسن علي تراب سنا فإن جنبي الأيمن ليس بأحق بالترابي من جنبي الأيصري ولا تجعلن في قبر خشبة ولا حجرا فإذا وريتموني فقعدوا عندي قدر نحر جزور وتقطيعها أستأنس بكم حثنا عفان حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثنا أبو نوفل بن أبي عقرب قال جزع عمرو بن العاصي عند الموت جزعا شديدا فلما رأى ذلك ابنه عبد الله بن عمرو قالا يا أبا عبد الله ما هذا الجزع وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنيك ويستعملك قالا أي بني قد كان ذلك وسأخبرك عن ذلك أني والله ما أدري أحبا ذلك كان أم تألف أن يتألفني ولكني أشهد على رجليني أنه قد فارق الدنيا وهو يحبهما ابن سمية وابن أم عبد فلما حدثه وضع يده موضع الغلال من ذقنه وقال اللهم أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا إلا مغفرتك وكانت تلك هجراه حتى مات ترجمة نانسي قنقر